قصتنا هذه مشاهدين من بلاد العمسام هناك حيث لا يمر شيء مرور الكرام أمريكا التي تهوى استطلاعات الرأي والأبحاث والتحليلات الاستشرافية المستقبلية قلقة هذه الأيام أسكان الأصليون الرقميون أو جيل الإنترنت كما يطلق عليهم لديهم أراء ومشاعر سلبية عن إسرائيل أكثر بأضعاف مقارنة بالأمريكيين الأكبر سنة حسب الاستطلاعات جيل الإنترنت مشاهدين يطلق عليه بالباحثون اسم جيل زاد يشير إلى المجموعة الديمغرافية من سكان كوكبنا الذي ولدوا بين عامي 1995 و2010 وهم الجيل الذي يلي جيل الألفية ويسبق جيل ألفا معهد هاريس ومركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفرد أجريا استطلاعا شمل ألفين ناخب أمريكي من فئات عمرية مختلفة لم يأتي الاستطلاع بجديد على مستوى الأمريكيين الأكبر سنة الذين دعم أغلبهم إسرائيل في حربها على غزة جديد الاستطلاع مشاهدين أظهر أن أغلبية الشباب بين 18 و24 عاما تبنوا مواقف غير داعمة لإسرائيل بل تكون أحيانا مناهضة لها الاستطلاع الذي نشرته صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية بيّن أن 51% من الشباب من هذه الفئة العمرية يعتقدون أن الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين كما أظهرت النتائج أن غالبية الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما وبين 25 و34 عاما يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن حماس منظمة يمكن التفاوض معها لتحقيق السلام قال 76% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أنهم يعتقدون أنه يمكن التفاوض مع حماس وبحسب الاستطلاع فإن 67% من المستجوبين من هذه الفئة العمرية يرون أن اليهود في إسرائيل ظالمون ويجب أن تتم معاملتهم وفق ذلك طبعا مشاهدين مثل هذه الاستطلاعات يتبعها الكثير من التحليل والتأويل في الولايات المتحدة فهذا الجيل سيسيطر على مراكز صنع القرار الأمريكي في السنوات المقبلة أخواننا فيلاساميل عضو هيئة التحرير في معهد الدراسات المشتركة بين الكليات بولايات نورت كارولينا كتب عن الموضوع أن استطلاعات الرأي والوسوم وقصص انستغرام والمظاهرات الجامعية تظهر أن جيل ما بعد الألفية الجيل زاد أكثر ريبة بشأن إسرائيل وأشار إلى أن منصة تيك توك حيث نصف المستخدمين أقل من 30 عاما يتصدرها وسم الحرية لفلسطين ب31 مليار مشاركة مقارنة ب590 مليون مشاركة لإدعم إسرائيل أي أكثر من 50 ضعفا نعوم تشومسكي عالم العلوم المعرفية والناشط السياسي الأمريكي الشهير دخل على خط الصراع الأجيال الأمريكي مشيرا إلى أن دعم الحكومة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل أمر ممكن حاليا لكنه سيكون الأمر مختلفا تماما في المستقبل تشومسكي قال مع التغيير الذي حدث بين جيل الشباب والطلاب والجيل زاد انخفض اليوم دعم الشعب الأمريكي لإسرائيل وأصبح لصالح الفلسطينيين انظروا إلى الدعم الحزبي للديمقراطيين فهم الذين يدافعون عن الفلسطينيين أكثر من إسرائيل في حين أن معظم هيئة الدعم لإسرائيل في الماضي كانت من الديمقراطيين الليبراليين هذا تغيير كبير سياسة أمريكا بأكملها تجاه الشرق الأوسط ستتغير موسيقى موسيقى